بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معكم مستر احمد الباشو ان شاء الله نكمل مع بعض الفاينال ريفيجن لي جريد سيكس كنا اتكلمنا مع بعض في الفيديو اللي فات في اول فيديو للرفيجن عن اسئلة اللي تشوز وفي الفيديو ده ان شاء الله هنكمل مع بعض ونتكلم مع بعض عن شوية اسئلة للسينتيفك ترم هتلاقوا بيبدأ من اول بيجي نمبر سيكس في الملزمة وزي ما احنا متفقين الاسئلة كتير جدا فاحنا بنختار اهم الاسئلة اللي ممكن انتفدنا او الحاجات اللي باشوفها بتوقف قدام زمائلكم وبنحاول ان احنا نتكلم عنها شوية ونفهم معناها ايه خلونا نبدأ في السينتيفك ترم ونختار اهم الاسئلة طبعا باقي الاسئلة مهم جدا مش معنى كان ايه مش مهمة يعني لا مهمة جدا ولكن الوقت مش هيكفي ان احنا نجاوب الاسئلة كلها فانختار اسئلة معينة والباقي كله انا عارف ان هيكون سهل فاتجابه اول سؤال بيقول لي amount of matter in an object طبعا ده سؤال سهل جدا وبيكلمني على اليونت الاولى خالص اللي هي كنا بنتكلم فيها عن حاجة اسمها mass android وكنا قلنا ان الماس هي عبارة عن amount of matter in an object يعني كمية الماتر اللي جوا الحاجة يعني مثلا انا معي مثلا حتة مثلا غولد خاتم مثلا من الغولد خاتم من الدهم فوالله الخاتم ده لو انا قلتلك ان هو وزنه او كتلته معنا صح اللي هي الماس وان جرام فانت هتفهم ان هو صغير ولو قلتلك ان هو تين جرام هتفهم ان هو كبير شوية ولو قلتلك ان الخاتم ده وزنه مثلا 20 جرام او 30 جرام وهكذا هتلاقي ان هو اكبر فالamount of matter كل ما تزيد الماس ايه الماس تزيد فاول سؤال هنا عندنا هتلاقي ان الاجابة ايه الاجابة ماس تعالي ناخد سؤال تاني بلخبطك جدا وفيه هنا في الصفحة دي كام سؤال بلخبطوك جدا انا في السنتفك ده لما جيت احلو معزة ما يلكوا لقيت في لخبطة شوية خلينا نتكلم معاني السؤال number four السؤال number four بيقول لي flame is used كلمة flame يعني النار او الحاجة اللي بنستخدامها in cutting and welding metals كلمة cutting and welding metals مقصود بها قطع ولحام المعادن ان انا اقطع ولحم المعادن عارفين الراجل اللي هو بيقعد يصلح العربيات ده بيبقى في ايده نار كده جديد قوي بيقعد يخبط على العربية كده ده معاه flame والفيلم ده ليه اسم الفيلم ده اسمه oxyacetylene اسمه ايه اسمه oxyacetylene flame لازم تحفظ الاكسي اتلين ده تاب الاكسي استلين ده بيييج منين بيجي عن طريق permeable مخلط الاكسوجين مع الاسيتالين في حاجة اسمه اكسوجين وحاجة اسمه ايه اسيتالين لما بنخلط لما بنخلط الاكسوجين مع الاستلين يدينا اوكسي اسطين في المهم فلو سمحتوا ما تنسوش السؤال ده عشان ده سؤال مهم جدا طيب السؤال برضو اللي اللي بيتلغبطه فيه ومهم جدا السؤال نمبر سيكس بيقوللي اوتوماتيك رسبونس اوف دا بادي تو ديفرنت ستميلاي الاوتوماتيك رسبونس معناقي رد الفعل انا مثلا جيت قلتلك هات الكوباة دي فجيت تمسك الكوباة لقيتها سخرة جدا فاهمت بقيه بعد ايدك بسرعة او تلسعت دا معناه ايه دا معناه ان انت عملت حاجة اسمها ريفليكس اكشن ان انت خدت رد فعل فاول ما تشوف اللي امتحان كلمة اوتوماتيك رسبونس تعرف ان هو قصده على ايه على ريفليكس اكشن الريفليكس اكشن دا حاجة تابعة اليونت ال ايه اليونت الاخيرة وكننا تكلمنا عليها قبل كده والمسؤول عن الريفليكس اكشن هو سباينال كورد هو السباينال كوردا اللي هو انت نحن عارفون ان السنترال نورفي ستم بيكون Menu Spinal Cord فا مين المسؤول عن الرافليكس اكشن pressured تع slotser Only with citations تعالوا سؤال ناخد سؤالين من اهم الاسئلة السؤال number eight والسؤال number 11 السؤال number eight والسؤال number 11 اللي اتنين لهم نفس المعنى واللي اتنين لهم نفس الإجابة خلينا نقرأ نمبر 8 بيقول لي chemical substance that increases the speed of reaction without changing in quantity and structure يعني حاجة بتحطها على التفاعل الكيميائي أو المعادلة اللي تتعملها أو التفاعل اللي بتعمله وبيصرع التفاعل بتاعك وبيخلي الريأكشن يتم من غير ما هو يتأثر ده كنا شرحنا في درس الأكسجن ولما كنا بنعمل الأكسجن كنا بنقول إنه هو بيتكون من إيه بيتكون من أو لأ عشان نعمله preparation عشان نحضره يعني كنا بنحط حاجة اسمها hydrogen peroxide على حاجة اسمها manganese dioxide ماشي فكان المنجانيز dioxide ده act as catalyst في حاجة اسمها catalyst الكاتاليست ده حاجة اسمها عامل مساعد catalyst الكاتاليست ده برضو ممكن يجي لك في الامتحان بالطريقة دي chemical substance that remain without any change in quantity and structure during chemical reaction برضو نفس الكلام ايه catalyst فحاول ان انت في الامتحان تكون ايه تكون واخد بالك من السؤالين دول عشان دول ممكن يجي لك منهم واحد ايه في الامتحان طيب خلينا ناخد سؤال برضو مهم السؤال number 12 السؤال number 12 بيقول لك ايه the main control center in human body يعني ايه main control center main control center يعني المتحكم الرئيسي في الجسم او المتحكم الاساسي في الجسم طبعا المain control center ده ايه ده الbrain خلينا ناخد سؤال number 18 اللي هو 18 بيقول لي the force with which the force اللي بيها body is attracted to the earth هنا في ناس بتكتب gravitational force بس هم ناسين ان ده اصلا definition بتاع الويد يعني ات معنى ايه انت لو جيت طلعت من الكتاب the definition of weight هتلاقي ان كلمة weight اللي هي الوزن يعني تعرفها the force by which body is attracted to the earth طب انت يبقى في الاجابة دي الافضل انك تكتب weight تكتب ايه تكتب weight يبقى في الاجابة اللي زي كده اكتب weight طيب لو انا كتبت يا mr gravitational force مش مش مشكلة هتحسب انك صح بس الافضل والادق هي weight عشان لو يعني ممكن نموذج اللي جابة ينزل بweight يبقى هي weight احسن ماشي طيب السؤال هو اللي كنت لسه بقول لكم عليه السؤال number 21 في 21 بيقول لي an organ responsible for reflex action مين المسؤول عن reflex action وكنا شرحنا يعني reflex action اللي هو automatic response طبعا ده spinal cord يبقى اللي مسؤول عن reflex action هو spinal ايه هو spinal cord ماشي يا شباب طيب خلينا ندخل في page number 7 ونتكلم شوية على سؤال مهم جدا 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 a gas molecule consist of three atoms of oxygen الجاز molecule اللي بيتكون من ثلاثة اتومس من الاكسوجن اولا اللحظة خلينا نفكر في حاجة الوقتي في حاجة اسمها O2 الاو2 دي معناها ايه ان 2 اكسوجن اتوم ده كده الاكسوجن العادي خالص اسمه ايه اسمه اكسوجن طيب لو انا قلتلك O3 بقى O3 ده اسمه اوزون ايه الاوزون ده يا مستر الاوزون ده gas بيتكون من three oxygen atoms بيتكون من ثلاثة مش من two وهدفه يعني اليم بتاعه او اليوز بتاعه protect the earth from harmful radiation coming from the sun يعني بيحمي الأرض من الأشعة الضرة فلما نقول لك gas molecule consist of three atoms ده معناه اوزون ده معناه ايه اوزون طيب السؤال بقى بتاع ايه بتاع الاوزون نفسه بيج ازاي في الامتحان اهو السؤال number 34 يعني هو اللي فات ده كان عاوز اوزون وبرضو ممكن يجي لك في الامتحان بالطريقة دي بص كده يقول لك gas that exists in atmosphere and protect the earth from harmful radiation coming from the sun ايه هو الموجود في الاتموسفير في الولاف الجوي يعني وبيحمي الأرض من الأشعة الضرة طبعا ده اوزون احنا في سؤال سيرتي فور طيب مهم جدا السؤال سيرتي فايف باردو سيرتي فايف بيقول لي هنا هي 12 بيرس of nervous emerging from the brain هو بيقول لي هنا في 12 يعني البرين اهو مسلا نتخيل ان ده البرين طبعا ده مش برين خالص بس هو المهم يخارج منه 12 ايه 12 بيرس اللي ايه ده ايه رسمة البرين تغريبة دي طيب المهم ان ال 12 بيرس اللي خارجين من البرين دول يعتبر اسموهم cranial اسموهم ايه cranial nervous cranial nervous دي عبارة عن لو راحنا لسيرتي اه فايف هتلاقي ان هي ايه ايه cranial nervous هي عبارة عن nervous خارجة من ايه خارجة من البرين نفسه يعني يعني nervous خارجة من ايه من البرين وبالتالي اه في واحدة تانية اسمها spinal nervous يعني احنا عندنا cranial و spinal اللي اتنين دول طبع حاجة اسمها peripheral nervous system انت كنت تعارف ان nervous system ده ايه هفكرك النервيس system ده بيتقسم central nervous system وحاجة اسمها peripheral nervous system central nervous system ده brain spinal cord خلينا بقى في البريفرال البريفرال متقسم cranial و spinal فهمت كده cranial و spinal nervous system cranial 12 pears و spinal 31 pears خلينا نتكلم في السؤال 43 السؤال 43 بيكلم عن بيتكلم عن the joint which allow the movement in all direction طيب خلينا الاول نمسك كلمة joint دي لأن كلمة joint دي كلمة مهمة وبيقولك إن كلمة joint دي يعني ايه دعال نروح للسؤال ما عليش في نفس الصفحة للسؤال اللي هو 30 يقول يقول location of bones meet and allow movement نقطة الاتصال بين two bones يعني مثلا عضمة وعضمة زي الركبة مثلا أو الكوع أو الكتف مثلا دي نقطة بين العضم بنسمي ده بقى بنسمي joint بنسمي ايه بنسمي joint طيب والjoint ده انواع آه في ثلاث منه انواع في نوع اسمه slightly movable ونوع اسمه im movable وفي نوع اسمه freely movable لو هو زي السؤال ده اللي هو 43 joint which allow movement in all direction ده كده اسمه freely movable joint joint بيتحرك في جميع الاتجاهات ده اسمه freely movable a joint لو رحنا للانسر عشان نتأكد هي freely movable ال lay in 43 جابتها freely movable a joint طيب تعالوا نروح للصفحة اللي بعد كده وهي page number 8 وناخد سؤال عن جاز ان اتموسفيريك envelope او اتموسفيريك envelope على فكرة اتموسفيريك envelope هي اتموسفير عادي والنسبة بتاعته 78% يا ترى مين النسبته 78% طبعا ده النايتروجين صح ولا يبقى النايتروجين هو نسبته 78% طبعا الاسئلة اللي بسيبها دي بيش معانا هي ملهاش لازمة لا دي مهمة جدا ولكن انا بختار اهم الاسئلة والباقي طبعا مهم زي ما قلتلكو بس انا بحاول اللي وقف قدام زي ما يلكو اقوله لكم والباقي كله لازم تكون حافظوا عشان بيجي في الامتحان the layer that consists الاسئلة وبيحمي earth from harm for radiation من اللي بيحمي الارض من الهار for radiation طبعا ده مين طبعا ده ozone layer لانه هنا هو اي اللي layer فلازم اجاوب لأقول اي ازون layer لو قال لجاز اجاوب ازون جاز مثلا يعني ماشي طيب لسه شغالين في اسئلة scientific term وهي اسئلة كتير دول السؤالين اللي انا كنت عاوز اوصل لهم بيقول they are 12 pairs of ribs which emerge from brain احنا قلنا 12 pairs دول اي cranial صح ولا دول cranial nervous فعلا طيب وي 31 يعتبر اي اسمهم spinal يبقى انا عندي نوعين من 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 ال nervous عندي cranial وال spinal cranial 12 pairs of ribs and spinal 31 A 31 pairs لو رحنا 60 61 هنلاقي ان الاجابة هنا cranial and spinal humbos هتلاقي هنا cranial nervous nervous and spinal nervous بيقول هنا في اخر السؤال ده joint او اخر الصفحة دي joint that allow movement in one direction when in all direction in all in all direction in one direction اسمه limited movable او اسمه slightly movable لأنه هو in one direction. الصفحة الأخيرة في أو قبل الأخير نحن في فيلجي نمبر ناين الوقت بالنسبة للسينتفك. طبعا السينتفك أنا أضع لكم كمية سينتفك رهيبة علشان ما يخرجش منها الامتحان. إنت لو ذكرت دول مش هيخرج منها الامتحان إن شاء الله. طيب. خلينا نكمل وناخد السؤال اللي سينت ده. اللي بيكلم عن two hydrogen atoms two hydrogen atoms one oxygen atom. It consists of two hydrogen atoms and one oxygen atom. من اللي كان بيكون من اتنين هيدروجين واحدة اكسوجين. طبعا اللي بيتكلم اه اه او اللي اللي بيتكون من two hydrogen واحدة اكسوجين ده الووتر. لأن احنا عارفين ان الووتر دي من الحاجات اللي كنا تكلمنا عليها في درس الاكسوجين. وقلنا ان رمز الووتر H2O. وبالتالي ال H2O دي عبارة عن ايه اتنين اتش واحدة ايه واحدة او صح ولا لا يبقى two hydrogen atoms and one oxygen ده اسمه ايه اسمه ووتر. لو جينا نتكلم على ال 75. وقلنا it consists of cerebrum cerebellum cerebrum 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 او cerebrum يعني عشان بس الناس بتنسى ساعات ال L دي عادي النقط ده صح والنقط ده صح. المهم مين اللي بيتكون من cerebrum 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 midala ايه اجابتها ايه 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 نكمل في الصفحة التسعة ويحنا الوقت في السؤال ايتي 3. في ايتي 3 احنا بنتكلم على a slow union. كلمة slow union يعني ايه reaction بيتم بالراحة يعني ايه reaction بياخد وقت عشان يتم زي مثلا ان الحديد مثلا يصدي انت لما بتركب باب حديد مثلا للعمارة مثلا مش تاني يوم بتلاقوش يعني تصدى لأ بتلاقي ايه خد له مثلا اسبوعين ثلاثة شهر سنة عشان يبتدي ايه صدي فده slow slow union يعني slow reaction between auto and the element in presence of e of moisture ده طبعا اوكسيديشن طبعا ده ايه اوكسيديشن تعال نروح لي page number 10 وسؤال مهم جدا بيقول لي chemical substance ده واقف قدام زماني الكوبارد chemical substance that is used to detect the presence of CO2 ايه بيقول لي هنا ايه الحاجة اللي بنستخدمها علشان نكشف على وجود الكربون داكسيدي طبعا ده ليموتر يعني اجابة السؤال اللي هو ايتي 6 ده ليموتر ايه اللايموتر ده كان في درس كربون داكسيدي اسمه ليموتر اللايموتر ده كان موجود في الكربون داكسيدي كتمادة كده لون شفافة ولما نيجي نقعد نشف ننفخ فيها يتحول لونها لايه لملكي او تربت ده اسمه ليموتر طيب تعالي ناخد السؤال number 9 طبعا ناينت ده كان موجود في اول ملزمة خالص لما جينا نتكلم عنه يقولي بوني بوكس ان ويتش برين اس لوكيتد ايه لسندوق العضم اللي محتوك جوا البرين يا ترى يا هل ترى طبعا ده السكال صح ولا يبقى السكال هو عبارة عن بوني بوكس صندوق من العضم صندوق العضم ده جوا ايه جوا البرين طبعا تو بروتكت زبريم يعني هو مهمته الاساسية ان هو يعمل حفظ للبرين ويحميل سؤال number 92 بيقولي اتلايس حاجة موجودة in back area of brain blue to cerebral hemisphere طبعا الحاجة اللي موجودة في back area of brain في البرين من وراويه تحت الهيمسفير ده اسمه السرابيلم السرابيلم ده كان مهمته ان هو maintain body balance بيحاول يحافظ على توازن الجسم ماشي طيب اخر سؤال ممكن نتكلم عنه هو برضو اجابته السرابيلم السؤال اللي هو بيقولي 90 3 بيقولي هنا balance of body during the movement طبعا ده اصده هنا الايه اصده او maintaining balance ده طبعا اصده هنا الايه السرابيلم هنوقف لحد هنا في اسئلة scientific term ويتمنى تشوف الفيديو ده كتير والفيديوهات اللي جاية كمان للمراجعة الفيديو اللي جاية ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض في complete لو مش معاك الملزمة دي هتلاقيها في اول تعليق تحت الفيديو ده في اول وتنساش تحملها وتتباحها لان الملزمة مهمة جدا ومحتاجة مذاكرة كويسة رقمي على واتساب اللي قدامكو ده وتقدروا تبعتولي على واتساب لو مش معاكم الملزمة وفي نفس الوقت تقدروا تحملوها من اول كومنت تحت الفيديو بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة